اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء من مزينة العالمين الجديدة شدد مدبولي على ضرورة تنصيق المتواصل بين الوزارات والجهات والاجهزة المعنية بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري باعتباره مشروع دولة تسخر له كل الامكانات والاعتمادات اللازمة وفي سياق اخر اكد مدبولي اهمية وضع اليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الاشقاء بجنوب السودان خلال اجتماعات اللجنة العلية المشتركة بين البلدين التي عقدت اولى اجتماعاتها مؤخرا واكد رئيس الوزراء على التوجيهات المستمرة لرئيس السيسي للحكومة بتعزيز علاقات التعاون بين مصر وجميع دول افريقية الشقيقة اكد وزير الخارجية سامح شكري ثوابت الموقف المصري حول قضية سد النهضة وعلى رأسها ضرورة التواصل لحل عادل للقضية يحقق الامن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد تأكيد جاء خلال اتصال هاتفي اجراه شكري مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان تمت خلاله مناقشة تعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث اتفق الوزيران على اهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في اسرع وقت وفيما يتعلق بتطورات الوضع السياسي في تونس اكد الجانبان اهمية احترام ارادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والامن للشعب التونسي اعلنت الشرطة الفرنسية اغلاق اشارع في باريس بسبب حادث التصادم وكانت توسال اعلام محلية ذكرت ان سيريارا استضمت بشرفة مقهى في العاصمة الفرنسية مما ادى الى اصابة عدة اشخاص ودعت شرطة باريس المواطنين على تويتر الى الابتعاد عن موقع الحادث اعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 331 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم وفقا لاشهادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 229167 واضافت الوزارة انه تم تسجيل 42 حالة جديدة ثبتت ايجابية تحليلها معمليا للفيروس لافتة الى وفاة سبعة حالات جديدة اظهرت تابانات الحكومة الهندية تسجيل 44 ألفا ومائتين وثلاثين اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي الاصابات الى 31.57 مليون اصابة كما سجلت البلاد 555 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل اجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة الى 423 ألفا ومائتين وسبعة عشر حالة اعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 19 ألفا ومائتين وثلاثين اصابة جديدة وبفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد الى مليونين وثمانمائة وعشرة آلاف وسبعة وتسعين اصابة واضافت الوزارة انه تم تسجيل 381 حالة وفاة بالفيروس لتصل حصيدة الوفيات الى 239.997 حالة يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظره السويدي اليوم في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بأولمبياد توكيو ويمتلك المنتخب المصري اربع نقاط محتلا المركز الثالث في المجموعة فيما يتواجد الدنمارك في المركز الاول متساويا بنفس رصيد مع سويد وذلك برصيد ست نقاط ويتواجد منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين اشتركوا في القناة